أطلقت محافظة جنوب الشرقية بالتعاون مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني مسابقة تصميم الأكواخ والمضالات الشاطئية التي تستهدف الشباب العمانية المتخصصين في مجالات التخطيط العمراني والهندسة المدنية والمعمارية والتصميم تهدف المسابقة إلى رفض القطع السياحي بالمشروعات الحديثة والمبتكرة في المحافظة حيث تتميز بشريط ساحلي يستقطب الكثير من السياح على مدار العام خاصة في فصل الصيف الذي يتسم باعتدال درجات الحرارة وذكرت المديرية العامة للإسكان وتخطيط العمراني بمحافظة جنوب الشرقية بأن المسابقة ستتيح التنافس بشكل فردي أو ضمن فريق يتكون أعضاؤه من 2 إلى 5 كحد أقصى